اشتركوا في القناة في مصر اللي لها رواد وملايين المحبين في شدة طبقاء العالم اللي بيحبوا يجوا تفرجوا على الاثار المصرية المختلفة هنتكلم عن اهم هذه الاكتشافات هنتكلم عن السياحة المصرية بشكل عام من خلال لقائنا مع الدكتورة ايمان الليثي المرشدة السياحية والحاصلة على الدكتورة في الانتروبلوجيا السياحية اهلا بك معنا منورونا فاند صباح الخير اهلا بك يعني احنا شايفين يومين دول في زخم بشوية في الاكتشافات الاثارية دايما في اكتشافات اثارية في مصر لكن اليومين الاخرانين دول في اكتشافات كتير ايه اهمها وايه اللي بتضيفه يعني امتى بنبتدي نتكلم عن ان هذه الاكتشافات بتدخل في البرامج السياحية طبعا اولا صباح الخير تاني احنا بلد سريع جدا جدا بالاثار احنا عندنا عدد كبير جدا من الاثار الموجودة المكتشفة والغير مكتشفة اكتر واكتر طبعا كل ده وسيلة مهمة جدا للجذب السياحي لان انت كل يوم بتعمل دعاية للاكتشافات اللي بتعملها وخاصة في منطقة سقارة لاني سقارة انا بعتبرها منطقة متحف مفتوح سواء كان تحت الارض اوفو الارض احنا عندنا حياة كتيرة جدا جدا لازالت في منطقة سقارة سرية جدا جدا تاريخيا واثريا فيها كل شيء ممكن تتخيله درجة ان تقريبا كل تلات شهور او اربعة شهور عندنا اكتشاف جديد يعني احنا اكتشاف سقارة حديثا مقبرة من مقابر مهمة واللينا فيها توابيت واللينا فيها لوكة سرية مهمة جدا واموليتس يعني تمائم وتعويز ويعني اشياء كتيرة جدا جدا وقشبتي كل ده موجود في المنطقة دي وبنكتشف كل يوم اكتر واكتر من قريب قوي او من حوالي اربع شهور تقريبا اعلننا عن اكتشاف اتنين من اكبر الوركشوبس يعني الورش الخاصة بالترميم عفوا بالتحنيط تحنيط الحيوانات والطيور وتحنيط كمان المدوفة قديما يعني المميوات كل ده يعتبر اكتشافات عظيمة جدا جدا اما حاجة ترويج لها بصورة جيدة بكل لغات على مستوى العالم لان الناس مهتمة جدا بانها تعرف ايه احدث شيء احنا وصلنا له طبعا اكتشفنا كمان في منطقة الوريفة مقابر او مجبرة مهمة جدا جدا بترجع يعني لموظف دولة الحديثة وممية من اجمل مميوات يعني والتبوت فعلا بألوانه ازا هي المحتفظة بالألوان بصورة جميلة جدا وشابتي تماثيل وشابتي تماثيل عليها المختلفة لقينا كمان جارز يعني اواني كنوبية كل ده سقارة؟ كل ده في تونة الجبل في المينيا سقارة طبعا اكتر واكتر واكتر يعني هكتشفات في الاماكن دي شغالة اطبعا ولا متركزة دلوقتي في سقارة لا مش بس سقارة في المينيا هو ده احدث كشف بردو اثري تم انبارح كان تم الاعلان عنه وده يعني كشف عزين جدا يعني اعداد كبيرة جدا جدا تماثيل لقشابتي اواني كنوبية كتيرة جدا تمثيل الصغيار الصغيار اللي هم 365 تمثال كانوا بيتحطوا في كل مجبرة للمتوفة انها يعني بتساعدوا على الوصول لعالم الاخر وبتشوف كل ما يحتاجه هذا للمتوفة تقابر مع المامي يعني ده جزء من مهم جدا من طحنيت ودايما كانت بالترافق المتوفة في مجبرة عندنا اكتشافات كتيرة جدا احنا شغالين على قدم الوصق وصنان الاثار والمرممين العظماء وعيادة مصرية هي الاكتشفة اخر يعني اخر مستجدات الموجودة في الاكتشافات الاثارية حقيقي شغاله كهيس جدا قايم بوزارة الاثار والسياحة دكتورة طب بالنسبة لي سياحيا افضل ان انا اعرض الاثار في مكان العشور عليه يعني ان انا ابتدي اهيئ المكان بعد ما يعني واسيب الاثار في مكانه بعد ما هيئ المكان للزيارة او لكده ده بالنسبة للسائح طبعا ولا ان انا نقلها وحطاه في متحف من المتاح هم يعني ما عندناش لسه الفكرة ده ان احنا ندعو السائح لان هو يشوف المكان المكتشف وشوف الاثار عشان بس على الشاشة الام بتعرض اكتشافات المينيا اللي فتون الجبل عشان نبقى مواقبة الكلام ما عندناش ده انا بقى عايزة ده يعني انا اتمنى ان احنا ندرس كويس قوي ان احنا نعمل حاجات مختلفة لان معظم الاثار اللي نكتشفها بتتوزع على المتاحف كتير عندنا تقريبا ما يقرب من 40 متحف على مستوى مصر يعني بيتوزع حسب الدراسة اللي بتتعمل من مسؤولين مخصوصين لكده ان هو بيوزع جزء في متحف الحضارة جزء في متحف الكبير جزء في متحف التحرير وكمان المتاحف اللي خارج القاهرة احنا نجيب السايح عشان نشوف المكان المكتشف يبقى فيه ويشوف ازاي المراملين شغالين او علماء الاثار شغالين في المنطقة ده يريد ده يتدلع اللي انا عايزة يتحقق لان هيبقى فيه حاجة يعني مختلفة في حاجة تشد السايح خلي بالك ان فيه كتير جدا من السياح يعني مجانين بمصر بالاثار المصرية يعشاكوا جدا جدا هما ييجوا ويساعدوا ويشيلوا رمله ويعملوا زي ما بيعملوا المجموعة الكاملة اللي بتشتغل في الترميب وفي الاكتشاف ده يريد نعملوا ده دعوة او اتفاق ما بين نزارة الاثار مع شركات السياحة وتحط في برنامج حاجة مختلفة انت محب المصر للاجيبتوليجي انت ممكن تيجي وتشوف عملية بس بالزبط وممكن يكون حظك كويس وتبقى مشارك في اكتشاف اشير رمل معنا اشير اشير انا اتمنى ان انا اشارك في حاجة زي كده حتى لو هو اخذ صور لمكان هو فيه ترميم فيه شغل مع مع يعني علماء الاثار ومع كل يشتغلوا المرميمين والمكتشفين للاثار ويكتب هيكتب على كل وسائل الميديا هيكتب كده انا موجود في المكان الفلاني المكتشف من اربع شهور او من شهر وانا مع عالم الاثار المصري هيكتب الاسم بتاو كل ده هيبقى دعاية جديدة جدا ومختلفة جدا وكأنها سياحة مغامرات تاريخية اثري طيب ليه احنا ما نستفيدش من ده ده اسلوب جديد بقى العرضي يعني احنا بنعرض اثارنا من الاف السنين او من عشرات او مئات السنين بنفس الاسلوب ليه ما نغيرش الاسلوب ده اللي انا بطالبي انا اريد حاجات جديدة لان دلوقتي العالم كله بيدور على يعني تجديدات حاجات حديثة افكار مختلفة مش الافكار الكلاسيك طبعا المتاحف العظيمة اللي موجودة في مصر لكن احنا لازم نشوف افكار بالزبط بس انا انا شايف ان اللي هيبقى اجازب اكتر اللي هو لما يبقى هو مشارك في عملية بالزبط كده اكيد وحيدفع اكتر يعني في الباكتش ده او في البرنامج اللي هيتعامل ده هيكله يعني حاجة تانية خالص يعني ده للناس المحبة ويعني العاشقة للاثار والاكتشافات الحديثة اللي موجودة في مصر وعايز ده حيدفع ده وحييجي وحيصر ان هو يشارك في ده هيكون كويسي افكار جديدة وممكن جدا جدا روج سهلة مش صعبة نقدر جدا روج لها بفكرة مختلفة ممكن يقول يمكن ده ممكن يعيق عملية الاكتشاف حد ذاتها امدا لان هما قريدي يعني في اماكن معينة مش هيقدر يدخلها السايح لكن في اماكن يقدر طبعا مش احنا مش بتكايل نوعا هو ده بعملية التهييق انا بالنهاية بالزبط نهاية ونجهز ونحط اماكن تبقى واضحة جدا في التصوير انها هتبان لان ان ده حتبقى حتبقى يعني حاجة زي وسيلة دعاية مجانية وسيلة دعاية سهلة علشان خاطر تقدر تروج كمان الاكتشافات اللي انت بتعملها حتى المكتشف الاسر بنفسه كمان هو المفروض لي من حقه ان هو يعني زي هور كارتر مثل لما اكتشف مجبرة توت عان خاامون اسم كارتر مرتبط تماما باسم توت عان خاامون لتنين مع بعض يعني قول توت عان خاامون لازم تفتكر كارتر ما هو نفس الكلام هنا اللي اكتشف المجبرة دي او اللي اكتشف التمثال ده او المامي ده من حقه هو كمان انه يكون اسمه مخالط في التاريخ فانا لما هيجي مجموعة سياح جايين اتصوروا مع اللي اكتشف المجبرة دي وبعض القصار اللي يقدر يدخل عندها يعني يقدر مش نبعا بقولش ان اماكن دبقى خاطرة اعتقد مجبرة توت عان خاامون مفتوحة اه طبعا بس دي طب اكتشافها الف سمية اتنين وعشرين ده زمان اه بس مفتوحة ممكن يدخلوا ويشوفوا بس هي مفهاش انا بتكلم على دلوقتي على اكتشافات الحديثة اه انا بتكلم على ايزاي اقدر اروج لها يعني حتى كمان انا في نفس الوقت مش بس بس بساعد السايح ان هو يعمل برنامج مختلف انا كمان بساعد المكتشف مكتشف الاسر ان هو كمان يخلط في التاريخ اسمه هو تعب كتير يعني هو اشتعل كتير جدا على منطقة منطقة صحراوية بظروفها الصعبة بمناخ قاسي جدا ده كمان من حقه ان هو اسمه يسكر وان العالم كله يعرف ان ده هذا المصري اللي تعب جدا في انه يكتشف مجبرة او يكتشف تمثال او يكتشف مامي هو كمان من حقه زي هور كارد زمان هو كمان مخلط في التاريخ فهو ده لما هيكون في سياح بتيجي تزور الكشف الاسري الجديد خالص ويتقابل مع مين هم اللي اكتشفوه ويبتلكلموا مع بعض وتصوروا مع بعض ده وسيلة جديدة جدا جدا وكتير قوي من السياح انستجرام انستجرام دلوقتي هو وسيلة لكل السياح اللي بتيجي عايزة تقلط كل اللي بيتصور في انستجرام من نفس الطريقة يعني انت عندك صورة في الهرم بانجل معين زاوية معين كله بيشوف عايز يعمل نفس الحاجة كل واحد عايز يجي بيشوف مين من المشاهير اللي جه وعايز يقلده يصور في نفس الاماكن بنفس الصورة طيب انا كمان ممكن ادعو مشاهير يعني ممثلين سينما علماء قصار مشهورين جدا شخصيات هامة تحضر في الاماكن دي ونصورهم وهم بيشوفوا ازاي تم اكتشاف دوات يشوف الاماكن الجديدة اللي تم اكتشافها وده كله حيوصل على الميديا والميديا طبعا كل اللي بيشوفوه كمان عايز يتصور بنفس الطريقة اللي تصور به هذا الشخص المهم والمشهور في هذا المكان انت كده بتسوق برضو يمكن انا انا اعرف حضريك طبعا يعني مهتمة بساحة الاسبانية بشكل وكل ما نتحدث البرتغالية كمان بس البرتغالية في المكسيك هي حضارة الانكا الانكا يعني الهرم بتاعهم اللي هما يعني اللي هما مبسوطين بي اوه احنا عندنا هرمات كتير او جدا طبعا دي القيمة السريع عندهم كبيرة سايبين الاثار المكتشفة جوه الهرم ما شاله هاش حطوها في متعف نعم والناس بتطلع الاف درجات السلالم علشان تخش وتبص وتشوف جوه وعملين يعني ارقام سيحية هيلة جدا من اثر بالنسبة لنا احنا عندنا زي كتير لا هو حديث كمان ان اتكلم اقل شوية من الفين سنة لكن احنا بنتكلم هنا في خمس سلاف واكتر يعني احنا عندنا اثار قديمة جدا 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 اكتر من خمس تلاف انت عندك فيه هيكل عظمي موجود في متعف الحضارة عمره خمسة وتلاتين الف سنة يعني انت مش انت مش حضرتك خمس سلاف سنة اصر انا عارف ان فيش مقارن انا بتكلم على الاسلوب الاسلوب وطريقة العرض والدعاية اما حاجة الدعاية دي مهمة جدا انت ازاي انت عندك حاجة سيرة قوي بس توظفها ازاي شوف انا كنت في متحف في الغرداء انا كنت اول مرة اروح متحف الغرداء احيي لانهم ملوش دعاية كتير متحف جميل جدا لديت في قطع اسرية لتوت عن خامون معروضة هناك كانت موجودة في المتحف القديم بتاع التحرير ما كانش عندي فكرة خالص على الاطلا انها موجودة هناك كتعة اصلية اصلية طبعا مش كوبية لا مفيش كوبية خالص في المتحفنا ما شاء الله كلها تقريبا يعني نجرى ما لو لقيت كتعة اصلية طبعا ده احنا السراء كله القثار كلها مصري فطب ليه مفيش تسويق لده يعني انا ما كنت في المتحف لقيت اللي موجودين حوالي اربعة وكلهم مصريين انا مقيتش واحدة اجنالي حبا المتحف المتحف الغرداء يعني محف جميل جدا ومحدث على فكرة يعني خامس يعني احديث جديد يعني فعلا باسلوب جميل اضاءة اضاءة عظيمة فين الدعاية المتحف زي ده برغم ان انت عندك سياحة كتير جدا بتروح الغرداء لكن الناس ما تعرفش بيها ليه ما يتحطش على الخريطة السياحية ما اتحب هذا الجمال وهذه العظمة موجود متحف كتير جدا جدا لكن مش كتير بيروحوها لانهم مش عارفين عنها حاجة انت محتاج دعا بس ده ده متالي دور الشركات السياحة اللي هي بتعمل البرامج دور كل الناس مش بس شركات السياحة انت عندك وزارة الاسعر والسياحة ديها دور شركات السياحة اللي هي دور الاثنين لازم نعنوا مع بعض لاني لازم اعمل لازم اقدم يعني حتى بروشورز او اقدم دعاية في التلفزيون بره مصر انا مش بتكلم على فكرة جواه مصر بس مش بتكلم على السياحة الداخلية انا يعني سياحة داخلية والخارجية للخارجية هي مصدر داخل قومي كبير ومهم جدا جدا فين الدعاية لده بره مصر انا ما شوفتش طب احنا لازم احنا عندنا كما قصر وكم متاحف لازم نسوألها كويس قوي قوي فكرة ان السايح برضي ده لازم تتغير بالنسبة حتى للجاي سياحة طرفهية اللي بيجو شرمه والغرداء فكرة ان هو ييجي يقعد في القرية العشر تيام او الاسبوع اللي هو جاي اكل شارب ما بيخرجش بره للقرية الا قليلا لا المفروض ان انا بتدي اخرجه وبتدي اوجد له اماكن يروح يزورها بالزبط ايه المشكلة ان يبقى من ضمن الزيارة هو اكيد هيبقى شغوف ان هو يشوف الاسار اه طبعا لانها مختلفة لان حتى طريقة العرض كل متحف ليه جماله كل متحف ليه تكنيك مختلفة عن التاني ليه جاذبية يعني بيجذب السايحة بشكل جميل جدا جدا طريقة العرض دلوقتي حديثة ويعني حقيقي شايقة جدا جدا يعني كبير المتحف القديم متحف قديم هاي لانه اول متحف اللي هو في التحرير في التحرير طرق العرض في المتحف القديم يعني لو قارنوها متحف الحضارة مثلا مختلفة تماما بمتحف الغرداء مختلفة تماما اي متحف موجود في مصر مختلفة انه كلاسيك قديم لكن كمان انا المتحف ده بالذاته هو مهم قوي اقدم متحف كم السياح اللي بتقبل عليه كبير جدا لانه بحد ذاته اثر كمبنى بالزبط هو اثر يعني عدينا مئة سنة يعني هو فعلا يعتبر مبنى وهو كمان شكل المبنى عظيم لكن المتحف ده انا عايزاك السينيور تدخله وتشوف في الظروف اللي احنا فيها وعدد السياح الكبير اللي بيجينا دلوقتي ما فيهوش اي تكيف ما فيهوش اي مراوح تكافي عدد فيه مراوح ضعيفة جدا لكن تكافي عدد السياح اللي داخل بالألافات في نفس اليوم الناس بتخرج يعني حر شديد جدا جدا عرقانة مش مبسوطة بالزيارة ليه لاني ما فيهوش مكين مهيق للزيارة يعني انا ما شفتش مثلا القاعة بتاعت خاعمون توابير واحيانا بيحصل خلافاتنا بين السياح لاني ده عايزا يدخل قبل ده عايزا يدخل قبل ده صعب جدا لازم المتحف ده يعني يدرس من جديد وانه لانه لانه هيظل متحف اه طبعا يعني ما تفكير لما هيفتتح مش هيأثر بالسلب على ده بالعكس بحيضيف للقديم بالضبط لانه المتحف ده ظهروا ناس كتيرة جدا جدا من عشرين وثلاثين سنة او اكتر لانه فيه ناس بترجع تاني عايزا تشوف نفس المتحف ده تاني ده نوستالجية يعني ده الحنين انه احنا نشوف المتحف تاني من جديد وبعدين ده مش متحف عادي ده واحد ده اقدم متحف موجود ده اهم متحف موجود ازاي انا محتمش به بصورة يعني افضل لانه لازم يكون فيه تكيفات لازم يكون فيه مراوح كافية لازم يكون فيه مصار للناس وانه بتدخل منظمة لان ده شكلنا ده الايمج بتاع مصر ماينفعش بقى فيه يعني حرج ومرج والناس مش عارفة تدخل اماكن بسهولة لا طبعا ماينفعش فلازم ندرس المتحف ده لانه ماينفعش يهمل بالطريقة دي يعني متحف الحضارة معظم الزيارات اللي بتتم دلوقتي عظيمة جدا ناس بتخرج مبسوطة وسعيدة اضاءة قوية الناس شايفة الاثار بوضوح شديد كل ما هو مكتوب مكتوب بوضوح انا مقدرش يحط الكارتل او يعني اي شيء يعني معلومات عن الاثار والخط تحت ظاير جدا جدا انت عند الكبار السن بيجوا حيشوفوا ازاي والاضاءة ضعيفة جدا الاضاءة عاملة ريفلكشن على الاثار يعني انت الوقت يسامح بالتسوير وده شيء كويس جدا انا دعاها برضو لكن تعالة صور تقدر؟ ما تقدرش ليه؟ لان محطوط الاثر بطريقة غلط يعني تلاقي الاضاءة وراها فيعمل لك ريفلكشن عكسي ما تقدرش تاخد صورة كويسة فما ينفعش انت لازم تدرس اضاءة المتحف لازم تدرس كمان المناخي اللي موجود في المتحف درجة الحرارة الموجودة هلها تناسب السياحة ولا لا علشان المتحف ده ما يموتش المتحف ده لازم يستمر بنفس قوته ازاي الاول عندك ثلاث متحف مهمين جدا دلوقتي متحف الحضارة عندك المتحف التحرير عندك المتحف الكبير العظيم اللي هفتتح لهو طبعا احنا عملنا صوفت اوبنين وهو فيه زيارة دلوقتي دي خاصة لكن فضل يعني فيه سياح بييجو بييجو طبعا وبيتزار بس هو ليه زيارة دي زيارة يعني بيشوف فيها حاجات قليلة جدا ما بيشوفش المتحف ككل احنا المتحف ككل ان شاء الله هيتم افتتح قريب جدا ما نعرفش تاريخ بالزبط حقيقي لان نرسى فيه استعدادات لكن متحف التحرير لازم يظل متحف يعني ولازم نحتمي به جدا جدا علشان يبقى فيه عدد كبير وفيه اقبال كبير عليه هو الاشهر يعني دلوقتي ما فيش حد بييجي مصر مهتم بالسياحة الثقافية ويجي القائرة يقولك المتحف والهرم بالزبط يعني دايما حضرك بتلحظي الموضوع لك المتحف والهرم بالزبط يعني بالنسبة لهم هرم رابع يعني حاجة لازم يشفوها في حاجة تانية احنا عملنا يعني مطار مطار سفنكس مطار ده يعني قريب جدا المتحف الكبير للقتلات الموجودة كلها في منطقة الهرم ليه مش شغال يعني ليه ما نكسرش هو شغال بس مش بقوة مش بقوة ايما نعايز اقول كده ليه مش شغال بقوة يعني ليه احنا مستورش يعني طيران خارجي على مطار سفنكس ده مطار في موقع الجميل جدا جدا ومكان هايل جدا وطرق ممهدة وعظيمة وجميلة ومشرفة يعني انا لما باخد اجانب وبروح بيهم اسكندرية انا بازمع ايه الطريق الجميل ده ايه الطريق الممهد بسرعة احنا معنيرش والدنا بالشكل ده انا فعلا سفرت كتير وشفت طرق في طرق عظيمة في دول تانية لكن حيه الطريق ده محمول صح محمول بطريقة جميلة جدا جدا وشرفة جدا جدا لمطار اسفنكس ما يفتيش بقى يشتغل بقوة ليه يعني ده مهم ليه ما يبقى زي شارم الشيخو الغرداء على الان بزفت او او موزر بزفت لانه هو كبير وهو يعني ياخد شارترزو ياخد 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 ريجلر فد نشغل عليه مفروض بشكل عام يعني لو اتكلمنا على الساحة الاسبانية او الساحة البرتغالي اهتمامه ايه يعني هل هو بينتمي او بيحب السياحة الثقافية اكتر الاثار اكتر ولا لا عايزو عد جنب البحر بقى والبحر المتوسط والجو ده فعايز يبلبط بمعنى لو هتكلم عن الساحة الاسبانية اسبانيا ساحة الاسبانية يعشق مصر ويعشق كل ما هو تاريخه اثار يعني هو بالنسباله السياحة الثقافية كل ما يتعلق بالاثار والتاريخ جنون لان الاسبان انت ممكن تتكلم احد يمي يقولك انا جئت مصر عشر مرات لان طبعا المسافة قريبة جدا هو عاشق لمصر يحبها الى جانب ان هو على طول بيعشق يشتري زيارات اللي فيها تاريخ واثار يعني حتى هو لو في بيردامي يتعب فيه بعض المزارات مش موجودة بيقبل عليها وبيشتري هذه الزيارات الابشنال علشان يشوف كل ما هو موجود من جديد وبيعيد تاني زيارات لما بيجي تاني مصر اكتر من مرة عشان كده انا عايزة مزارات جديدة مناطق سياحية مناطق أسطرية بدل عشر يجي عشرين بالضبط كده لان هو بيجي كتير جدا خزان اوروبا يعني الشيء جميل ان اوروبا رهيبة جدا فانت تتكلم في 4-5 ساعات بيبقى موجود في بلدنا فدي اكتر سياحة حقيقي بتأثر جدا جدا على الدخل لقوم المصر لان هما قريبين اللاتيني بعيد والبرازيلي بعيد لكن دلوقتي بدأوا عملوا شارتر انه هو بين من برازيل لمصر بس بفودي يكسف اكتر واكتر الحاجة التانية البرازيلي يعشق الشواطئ وهو عنه شواطئ جميلة جدا لكن يحب شواطئ البحر الأحمر جدا جدا بيحب المناطق طبعا الأسارية وبيزور كل المولمش ما عندوش حجم دي خالص هو أصلا بلده غبات وشواطئ فقط لغير وقل ما ما عندوش أسار ده بالنسباله جديد جديد جدا انه هو بيجي هنا بيقى مبهر أنا مش قادرة سادة أنا كنت متخالي نمص هي الجمل والهرم وخلاص لكن لا كم المزرسة اللي هو بيعملها مواقع الأسارية بيشوفها بيبقى ممبهر يعني أنا كان معايا عيلة يعني من أهم عائلات البرازيل وليسا مسافرين مبارح قالوا لي الكامنت اللي أنا سمعته كده وخيرا أسعدني إيمان أنا كنت يعني أكتر زيارة عملتها أو رحلة عملتها أنا ولادي صغيرين أنا سعيد جدا جدا بإني شفت كم حاجات وتعلمت منكم حاجات سواء كان تاريخ قديم أو حديث أو معاصر لأننا بنحكي كل حاجة يعني مش بنحكي بس عن تاريخ الفرعنة بتكلم عن تاريخ الإسلامي والتاريخ الإبت المسيحي وبتيتكلم عن كل العساة يعني إيه رايح هدريك نبقى في لقاء آخر نتكلم على الموضوع ده ونحدد الجنسيات ونتكلم فيه على الأفكار والحاجات اللي بتجذبهم في مصر أنا مشكوري جدا لهذا اللقاء دكتورة إيمان الليسي وإن شاء الله يكون ليلة لقات أخرى قادمة إن شاء الله في القريب تحياتي مشاهدينا في كل مكان ساعدنا بوجودنا معكم النهاردة فعلى وعد دائم باللقاءات أخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنساعد عليكم